ازايكو حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض اجمل فراخمة شوية بدون فحم او شواية وحجنين البيت كله بيها من طعمها ورحتها ومستوية وطرية وزي الفل يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنحضرها ازاي مع بعض هنحتاج حبايبي لتدبلت النهاردة اربع حبات من الطماطم وتلات حبات من الفلفل الالوان وبسلطين وتلات حبات لمون في البداية حبايبي بنجيب الكبه بتاعتنا الجميلة وبننزل فيها بالبسلطين وبنفرومهم لحد لما يبقوا نعمين معاك وده حبايبي البصل بعد ما فرمناه بعد كده هننزل بالفلفل الالوان في الكبه يعني كل حاجة لازم فرم نعم ده حبايبي الفلفل للالوان ده حبايبي الفلفل للالوان بعد ما فرمناه بعد كده هنجيب طبق هننزل فيه بالفلفل اللي فرمناه والبصل اللي فرمناه بعد كده هننزل عليهم بنص معلقة كبيرة ملح ونص معلقة كبيرة فلفل ونعصر عليهم تلات لمونات بعد حبايبي لما حطينا اللمون هنبتدي نقلب الخلطة سوا وعايز اقولك بالنسبة لقشر اللمون ما ترموهوش بصراحة ممكن تستغليه في حاجتين ايه هما ان انت البشر بتاع اللمون ممكن تستعمليه في الكيكات دي حاجة تاني حاجة ممكن ان انت تستعمليه في الطبق اللي هو فيه سائل الموعين اللي انت بتخسلي به اللي هو الصابون بتحطي القشر فيه بيدي في قلب الطبق وقلب الموعين بتاعتك ريحة جميلة جدا جدا وبينضفها حنركن بقى حبايبي الخلطة دي اللي عملناها الجميلة ورحتها اجمل حنركنها على جن وحوريكو الخطوة اللي بعد كده حنعمل ايه بعد كده حبايبي بنجيب قزرونة وبنحط فيها الاربع طمطناط الجمال بتاعنا وبنحط عليها مية مغلية من الكاتل وبنسلقها على البتاجاز لما بتسلقيها وبتقشريها وبتضربيها في الكبة بتديكي طعم خطير جدا 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 للفراخ اللي انتي هتعمليها خاصة ان احنا هنحط عليها اضافات تانية بعد لما تتسلق وبعد لما نضربها في الكبة ودي حبايبي الطماطم بعد لما سلقناها هنبتدي نقشرها زي ما انتو شايفين كده بعد كده نبتدي نفرمها في الكبة بعد ما فرمناها نبتدي ننزلها في الطبق الجميل بتاعنا دا بعد كده هننزل عليها بمعلقة توم بودر بعد كده هننزل عليها بمعلقة بصل بودر بعد كده هننزل عليها بكبايتين زبادي والزبادي ليه علشان بيديها طراوة انت لو جبت فراخ ما شوية من بر بحت تلاقيها نشفة جدا جدا وبتشد وحتوجع سنانك في الاكل وسنان ولادك لكن صدقوني لو جربتوها بالطريقة دية هتدعولي كلكم بعد كده هنحط عليها شوية زيت وتقلبيها كويس جدا ويلا بينا نتابل الفراخ مع بعض نبتزي بعد كده حبايبي نجيب الفراخ زي ما انتوا شايفين هكده وطبعا دية مخصولة كويس جدا جدا ومنقوعة في الميا واللمون زي ما انا قلتلكم علاقتين طحينة وملح وسكر لازم تنقعي الفراخ فيها او اي حاجة جبت يا زفر علشان تشيل الزفارة اذا كان على بط فراخ اي حاجة من مدة ساعتين لتلات ساعات وبعد كده بتخسليها بتبقى زي الفل ودي التدبيلة اللي عملناها مع بعض هنبتزي نشيل منها جزء على جنب وحقولك بعد كده هتعملي بيها ايه نبتزي بقى نجيب الفراخ والتدبيليها كده كويس جدا ودي حبايبي الفراخ بعد لما تدبيناها بالتدبيلة الجميلة بتاعتنا الريحة روعة شكلها بصراحة يفتح النفس هنبتزي بقى ندخل على الخطوة الطالية هنجيب الصاق بتاعنا والرص في الفراخ ايه رأيكو بقى حبايب قلبي في صنية الفراخ الجميلة بصراحة شكلها يفتح اللي حتديكي اللي حتديكي التراوة الجميلة والطعم الجميل بتاع الفراخ بعد بعد حبايبي لما سقناها بالزبادي والطماطم هنبتزي بقى ننزل بشوية التدبيلة اللي احنا كنا مخليينهم على جنب وما تفكريش ان انت كده هتحطي كتير بالعكس انت مجرد هتدخليها الفرن عشر دقايق بالكتير ربع ساعة وحتلاقيها شربتهم خلاص شايفين بقى حبايبي شكل الفراخ الجميلة اللي احنا بقى هنأكلها مشوية على حق ربنا حاجة جميلة جدا جدا وتفتح النفس دلوقتي بقى هندخلها الفرن على درجة حرارة 220 لحد لما تستوي وولعي الشواية من فوق ومن تحت لو ما عندي كيش شواية ما فيش مشكلة وولعي من تحت بس والحد لما تستوي هتطلعيها طبعا وحتعرفي درجة سواها استوت ولا لأ هتستوي وحور رهالك في شكلها النهائي واذي الفراخ الجميلة اللذيذة بتاعتنا مش قادرة اقول لكم والله العظيم رحتها بصراحة قلبة الشقة والله تحفى مش ممكن على جمالها او رحتها او طعمها لا هتحتاجي تجيبي فراخ ما شوية من برا ولا حاجة والوصفة دي هتنفعك وتشرفك جدا جدا خصوصا في عزمات رمضان ومستوية وطعمها فعلا جميل بتمنى ان الفراخ تكون عجبكو جنب طبق الرز بالبسلة والجزر اللي بحطه جنب اي مشويات وهعمل لكم فيديو عنه قريب ان شاء الله جميل جدا جدا ومغزي جدا بتمنى تكون الوصفة عجبكو ومستنية منكو تحطولي اجمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتيش في حفظ الرحمن واشوفكو على خير الفيديو الجاي ان شاء الله